السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائيات طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض حل المحافظات من الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب بايبيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقتي الاختبار رقم 3 من ملحق كتاب جيم محافظة الجيزة وأول سؤال خاص بلسنينج الاستماع لسن أنشوز تمع وأختار إذا كنت أنصر الإجابة الصحيحة بيجيب لنص بستمع للنص ده كويس جدا وبعد كده أبدأ إن أنا جاوب على الأربعة سئلة اختيرات لسنتم يسمعوني كده النص بتاعنا بيقول اسم زياد وعند خطط كتيرا للمستقبل عايز يقول أنا عايز أكون دكتور عشان كده أنا هزهب إلى عمي عشان أحصل على بعض المصائح عايز يقول أنا كذلك أريد أن أساعد الفقراء لذلك سوف أعمل في مستشفى بالمجان بلا مقابل مادي وهنا أول سؤال بيقول زياد زياد بيكون عنده إيه أو كتير من إيه للمستقبل طبعا عنده كتير من إيه عنده كتير من بلانز عنده خطط كتيرة للمستقبل بتاعه زياد عايز يكون إيه؟ دكتور عايز يكون دكتور زياد بيزور عمه عشان يحصل على بعض إيه؟ طبعا لكي يحصل على بعض النصائح رقم أربع في المستقبل زياد سوف يحصل أو يعني يقوم ببعض العمل أو يحصل على بعض العمل في مستشفى فور فري يعني فور فري يعني مجانا بالمجان لكي يساعد الفقراء وتاني سؤال معي خاصة بالمحاسة والحوار أول سطر ده بيكون مهم جدا مصطفى أسكس ياسين مصطفى بيسأل ياسين عن الأسبوع بتاعه في الأسكندرية مصطفى بيقول له صباح الخير أين قضيت عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بك؟ الأجازة بتاعتك الأجازة الأسبوعية قضيتها فين؟ ياسين قال له حاجة مصطفى قال له يعني من اللي راح معك ممكن يقول له أنا قضيتها في الأسكندرية عرفنا منين؟ من أول سطر عشان كده بنقول مهم جدا يبقى هنا هيقول له إيه؟ أنا وعندي السؤال بتاعي في الماضي يبقى سبنت هتجي في التصريف التاني هتبقى سبنت سبنت يعني قضى أنا سبنت أنا أنا إيه؟ أنا قضيت ذا ويكند اللي هي عطلة نهاية الأسبوع ذا ويكند أنا قضيت عطلة نهاية الأسبوع أنا أليكسندرية في الأسكندرية قضيت عطلة نهاية الأسبوع في الأسكندرية بعد جدا رقم اللي بعده بيقول لي هنا المصطفى بيقول من اللي راح معك؟ فهنا يسن رد عليه وقال له حاجة ممكن مثلا يقول له أنا رحت مع عائلتي يبقى يو هتحول إلى I والسؤال بتاعي في الماضي هتبقى went I went أنا زهبت with my family مع عائلتي أنا زهبت with my family أنا زهبت مع إيه؟ مع عائلتي مصطفى بيسأل ياسين قال له yes we enjoyed very much أي واستمتعنا كتير جدا يبقى هل استمتعته؟ يبقى عندي هنا طالما تجيب لي ياس يبقى السؤال بهل وعندي enjoyed في الماضي يبقى بسأل ب did والفاعل والمصدر يبقى did وعندي هنا ويه هتطلع لي كده يفوق في السؤال هتبقى يو وبعد كده الفاعل في المصدر وهو enjoy يبقى did you enjoy هل أنت enjoy يعني إيه؟ استمتعت your time أو your time there بوقتك هناك your time there هل استمتعت بوقتك؟ هناك بيسأله قال له أي وا هنا مصطفى بيقوله how was the weather there weather اللي هو التاكس طيب حالة التاكس كانت عاملة إيه هناك؟ هيقوله طبعا التاكس كان جميل يبقى the weather was sunny and nice أو sunny أو ممكن نقول nice بس يبقى the weather التاكس ذا والذرق التاكس وصني كان مشمس and nice وكمان لطيف وجميل تاكس إيه؟ لطيف رقم بعد كده رقم خمسة مصطفى بيسأل رد عليه ياسين وقال له we eat delicious fish نحن أكلنا سمك ديريشاس يعني لذيذ يبقى ماذا أكلت؟ ما أو ماذا يعني what؟ وعندي هنا it في الماضي يبقى الفاني المستادة عنده في السؤال هيبقى did وعندي ويه هنا هتطلع لي كده في السؤال هتيبقى you what did you بعد كده الفعل في المصدر معديد هيبقى eat معديد الفعل بيجي في المصدر what did you eat ماذا أكلتم ذير هناك؟ أكلتوا هناك قال له أكلنا سمك لذيذ ونجي بعد كده للسؤال الخاص بريدنج الكرة ونقرأ مع بعض كده الفكرة ونجاوب على الأسئلة although كريم and رامزي are twins بالرغم من إن كريم ورامز دول توأم they are different in some ways بيكونوا مختلفين في بعض الطرق أو ببعض الطرق for example على سبيل المثال كريم's favorite hobby هويت كريم المفضلة is playing football هي لعب كرة القدم he plays it with his friends بيلعبها مع أصدقاء at school في المدرسة and in the club وفي النادي near their school بالقرب من المدرسة بتاعتهم he also watches football matches on tv at home هو كمان بيشاهد مباراة كرة القدم في التلفزيون في البيت after يعني بعد بعد جد صفحة 96 after finishing his homework بعد إنهاء وجب منزلي on the other side على الجانب الآخر رامزي is very interested in music مهتم جدا بالموسيقى he plays it هو بيعزفها أنا باند في فرقة موسيقية at school في المدرسة at home في البيت he likes listening to music on the radio or plays the guitar هو بيحب الاستماع على الموسيقى على الراديو أو بيعزف على الجتار their parents والديهم help them study hard بيساعدوهم them طبعا بتعود عالمين على التوأم بيساعدوهم إن هم يذكروا بجد for school للمدرسة and also let them enjoy their hopes وكمان بيسمحوا لهم إن هم يستمتعوا بالهوايات بتاعتهم وأول سؤال بيقول what is the main idea of the passage عندي هنا إيه هي الفكرة الرئيسية والأساسية لقطع بتاعتنا طبعا القطع كلها بتكلمنا عن إيه هويات كريم ورمزي يبقى the hopes هويات the hopes يعني هويات of كريم and رمزي هويات كريم ورمزي where does كريم play football أين كريم يلعب كرة القدم يأما في النادي يأما إيه في المدرسة أو في في النادي يبقى في المدرسة أو في النادي at school and in the club at school at school يعني في المدرسة and in the club وفي النادي and and the club وكمان فين في النادي what do you think of كريم and رمزي إيه رأيك في كريم ورمزي أو المسل they are both كلاهما جيد they are both good يعني كلاهما بيكون جيد بعد كده عندي هنا السؤال الخاص بالاختيارات رقم أربعة how are كريم and رمزي different إزاي كريم ورمزي مختلفين مختلفين في إيه طبعا مختلفين in their hopes بيختلفين في الهويات بتاعتهم the underline pronoun them reverse to الضمير them بيشير إلى إيه طبعا الضمير them بيشير إلى that ones بيشير إلى التوأم رقم set a band اللي يفرقى موسيقية معناها إيه طبعا مجموعة من العازفين بيعزفوا على آلات موسيقية يبقى نقول هنا بعض الناس بيعزفوا الموسيقى مع بعض وبعد كده عندنا السؤال خاص بالاختيرات in ancient Egypt في مصر the ancient القديمة the walls of the house were made of الجدران والحوائط بتاعت البيت كانت مصنوعة من بريكس اللي هي أوالب الايه أوالب الطوب مصنوعة من أوالب الطوب رقم اتنين نقط is a mountain sport دي رياضة جبلية رياضة جبلية اللي هي ايه رياضة في الجبل يقصد هنا اللي هو التجوال أو الماشي لمسافات طويلة don't throw away those glass bottles يعني ما ترميش لا ترمي ولا تلقي هذه الزجاجات البلاستيكية وي كان مؤذم نقدر نحنا recycle them نقدر نحنا نعيد تدوير هذه الزجاجات البلاستيكية مثل نقط when we throw أو throw them into water يطرق بيقول هنا المعاد يعني هيحصل لها ايه لما احنا نرميها في المياه لما نرمي معضم في المياه طبعا سينك بيغرق ممكن بيغرق كده داخل المياه رقم خمسة you can sleep in a noot in the desert انت تقدر تنام فيه في الصحراء لو انت كده في الصحراء هتنام in a tent في خيمة what is your noot of doing a sport every way يعني هنا بيقول ايه هنا ايه هنا رأيك في doing a sport في ممارسة الرياضة every week كل اسبوع يبقى what is your opinion opinion اللي هو الرأي بيسأله عن رأي ما هو رأيك what's your opinion بعد كده عندنا صفحة 97 والسقر رقم 7 في الاختيارات اه نقط الصمان who works on a boat or ship مين الشخص اللي هو بيشتغل يمن على القارب اللي هو بوت اللي هو القارب او السفينة اللي بيشتغل على القارب او السفينة اه سيلور اللي هو مين البحر the birds sleep in caves to protect from eagles الطيور بتنام في الكهوف عشان خاطر ان هي تحمي نفسها من ايجول اللي هي النصور يبقى تحمي نفسها ذبرت الطيور كأن بالضبط بقول they يبقى ايزا انا عايزة الضمير المناكس من they وهو themselves يحموا انفسهم احمد تناول واجبة الغداء مع عائلته قال لي هنا هات تناول في الماضي يبقى يستردي عايزة كلمة بتدل على الماضي وهي كلمة يستردي بالامس what are you going not tomorrow عايز يقول هنا ايه اللي انت هتعمله غدا بعد جونج عايزة زائد المصدر بتاع الفعل يبقى تقول مصدر ايه اللي انت هترتدي غدا والسؤال الخاص بتصحيح الخطأ نقط عايزة الأطفال عملوا هذي اللعب بنفسهم الأطفال كأن بالضبط بقول they انا عايزة الضمير المناكس من they الضمير المناكس من they وهو themselves عملوا هذي اللعب بأنفسهم بعد كده بيقول لي هنا مش حبيب السيارة دي ده هي قديمة جدا طبعا جاب لي السبب وعايزة اقول لأن لأنها قديمة جدا يبقى لأن لما السلحفة بتحس كده ان هي في خطر بتستخب كده جوه او بتدخل كده جوه الصدفة بتاعتها تمام لما تحس ان هي بخطر طبعا عندي هنا السلحفة مفرد او ات هنا مفرد يبقى الفعل هنا بينته بلو هضف له يبقى جوز يعني بتدخل كده جوه الصدفة هل هيكون فيه سيارات بدون سائق في المستقبل مع ولا يبقى ان يأتي الفعل في المصدر وهو بمعنى يكون شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي المحافظة رقم 4 محافظة الاسكندرية بداية من صفحة 98 اول سؤال خاص بلسن انج الاستماع لسن ان شوز استمع واختر ذا كوروك انصر الاجابة الصحيحة بيجيب للنص بسمع للنص دا كويس جدا وبعد كده بابد ان انا اجاوب على الاربع سلة اختيارات لسنت موانا كده النص بتاعنا بيقول لي هنا اي يقول لي هنا عمي وعمتي بيجو في كندا عمي بيشغل كمهندس بيصمع المحركات والمواطير بتاع الطائرات بيصمع انت عمي بتكون اي انارس ممرضة بيشتغل في مستشفى كبيرة وجاب لي هنا اول السؤال بيقول وظيفة عمك طبعا ان انجينير وظيفته بيكون مهندس رقم اثنين what kind of انجين ايه نوع المحركات او المواطير اللي عمك بيصممها طبعا نوع المحركات طبعا المواطير دي بتكون اي المواطير دي بتاعت الطائرات مواطير للطائرات بعد كده رقم ثلاثة وظيفة عمي بتكون انارس بتكون ممرضة where does your aunt work انا بفضل موسيقا الجاز يبقى برضو هالا بتحب الموسيقا هتقولي انا كمان بحبها يبقى اي لايك موزيك تو انا احب الموسيقا ايضا اي لايك ميوزيك انا احب الموسيقا تو ايضا انا كمان بحب الموسيقا بتسألها اتلاع اي بريفير جاز يبقى هنا ايه نوع الموسيقا اللي انت بتحبيها ما نوع الموسيقا يعني what kind of music what kind of music ايه نوع الموسيقا do you prefer اللي انت بتفضليها do you prefer اللي انت بتفضليها هبب تسألها هالا اتلاع كلم is my favorite signal هنا بيقولها حكيم او حكيم بقى توصد المطرب حكيم ده بيكون هو my favorite singer هو المطرب والمغني المفضل بالنسبالي يبقى مين هو المطرب او المغني المفضل بالنسبالك يبقى who is your favorite singer who is يعني من يكون بدل my favorite singer هتبقى your favorite singer your favorite singer من هو المطرب المفضل بالنسبالك هنا هبب تقولها do you want to play music in a band ايزا بتقولها هنا تحب ان انت تعزفي آآ الموسيقى ديت في فرقة موسيقية فهنا هلا اتلاع a band فرقة موسيقية واتلاع حاجة فهيبقى اتلاع i will help you ده انا هساعدك يبقى هتقولها ايه انا ما بعرفش ان انا اعزف موسيقى هتقولها ايضا لا اعرف كيف انا اعزف الموسيقى يعني انا لا اعرف زي ان انا اعزف الموسيقى how to play music انا ما اعرفش ازاي ان انا هعزف الموسيقى قالت لها هساعدك هنا هالة ردت عليها وقالت لها really حكم وطبعا هتشكرها هتقولها thank you شكرا لك شكرا لك واجيب للصفحة الاقصتها هنا صفحة 99 جزء الخاص بريدنج الكراءة نقرأ مع بعض كده القطعة بتاعتنا بتقول Anne is from England Anne من انجلترا She is now in Egypt on holiday هي دلوقت في مصر لقضاء اجازة She has spent two days in Aswan هي عضة يومين في Aswan She enjoys seeing the high damn استمتعت او بتستمتع برؤية السد العالي She thinks The people of Aswan are so friendly بتعتقد ان الناس في Aswan بيكونوا friendly ودودين She still has five more days in her holiday لسه بقيلة خمس يوم في الأجازة بتاعتها Her friend Selma Invited her to visit her village عايزة تقول هنا او بيكلمني هنا ويقول لي Her friend Selma صديقتها سلمة دعتها وعزمتها عشان تزور القرية بتاعتها Her village village القرية بتاعتها طبعا هير هنا بتعود على سلمة عشان يعني ان هي تزور قرية سلمة And is gone there tomorrow And هتروح هناك لقرية سلمة tomorrow غدا morning في الصباح She has decided to spend two days with her friend And her family هي قررت ان هي تقضي يومين مع صديقتها ومع العائلة بتاعت صديقتها سلمة will show her how Egyptian villagers live and spend their day سلمة هتعرض عليها وتوضح لها ازاي ان الكرويين المصريين الكرويين اللي هم عايشين في الكرة بيعيشوا كمان ازاي بيقضوا their day اليوم بتاعهم Then she will go to Alexandria for a day هتروح بقى للاسكندرية كده لقضاء يوم She intends to visit the place where the lighthouse was one day عايزة يقول هنا هي بتنوي يعني ان هي تزور المكان اللي هو بيكون فيه The lighthouse was one day She is going to stay the rest for her holiday عايزة يقول يعني هي سوف تبقى او تاخد ايه The rest يعني راحة of her holiday دي الاجازة بتاعتها انكيروا في القاهرة يعني يقصد هنا الالبائي من اجازتها هي هتقضي في الايه في القاهرة The rest اللي هو الايه البائي She wants to visit the Egyptian museum هي تريد ان تزور المتحف المصري She would like to visit the pyramid of Giza وكمان تحب ان هي تزور اهرامات الجيزة واول سؤال بيقول هنا What is the main idea of the passage هي الفكرة الرئيسية والاساسية للقطعة بتاعتنا الفكرة الرئيسية بتكلمنا عن اجازة ان يبقى انز هوليدي انز هوليدي اجازة ان How long is an going to spend in Cairo ايز قولي هنا كامل مدة اللي اان هتقضيها في القاهرة طبعا two days لمدة يومين Two Why do you think an enjoyed her visit to Aswan بتعتقد لي ان اان استمتعت بزيارتها لأسوان طبعا هي بتحب او اعجبها جدا السد العالي وكمان اعجبها ايه الناس اللي هما موجودين هناك friendly people الناس اللي هما الطيبين الودودين يبقى she like the high them يبقى هنقول هنا because لأن she likes يعني هي تحب يعني او ان هي عجبها the high them السد العالي the high them عجبها السد الايه عجبها السد العالي and the friendly people وكمان الاشخاص الودودين and the friendly people وكمان الاشخاص اللي هما ودودين السؤال الرابع the underlying word here reverse to الضمير here هنا بيشير الى مين طبعا بيشير الى سلمة لقارية سلمة the word villagers اللي هما كلمة او اللي هي كلمة croene can have the same meaning ممكن بتسوف المعنى بتسوف المعنى لها نفس المعنى لكلمة ايه طبعا لكلمة farmers اللي هما الفلاحين او المزارعين and is going to visit the place of the lighthouse and عايز اقول هنا and سوف تزور المكان اللي موجود فيه المنارة المنارة دي اصلا فيه في الالكسندرية في الاسكندرية والسؤال الخاص بي الاختيارات رقم واحد cars are made of السيارات دي بتكون مصنوعة من متل مصنوعة من المعدن اول النقط is someone who designs machines for us يا ترى مين الشخص اللي هو بيصمع بيصمم الآلات والمكينات لنا طبعا بيصمم الآلات او المكينات طبعا هو انجينير المهندس بعد كده بيقول لي the keyro not is very amazing with its light in the evening the keyro ايه للقاهرة بيكون مدهش جدا بالاضواء بتاعته في المساء طبعا the keyro tower اللي هو برج القاهرة بيكون جميل جدا بالاضواء بتاعته في evening في المساء بعد كده صفحة 100 والسؤال رقم 4 you can turn on the note to get water تقدر ان انت تشغل ايه عشان تحصل على الماء طبعا تقدر انت تشغل tab tab اللي هي الحنفية او الصنبور تقدر تشغل الحنفية كده عشان تجيب منها مية when you put a stone in water لما تضع الحجر كده في المية بيحصل له ايه طبعا sink بيغرق لما تحط كده الحجر في المية بيغرق عادة بعمل واجبي بعد المدرسة اي جولي بقوم بعمل واجبي المنزلي بتاخده يبقى do my homework اقوم بعمل واجبي المنزلي on his way down في طريقه ثامر نقاط over and hurt himself عايز يقولي يعني ثامر وقع وجرح نفسه يبقى fill over يعني سقط اردم سقط اردم وجرح نفسه رقم تمانية وي نقاط play games on roads عايز يقولي يعني منلعب الالعاب على roads على الطرق هقوله ينبغي ولا لا ينبغي طبعا مصن يجب ألا نلعب على الطرق ممنوع reem is نقاط than run رييم ورانا بقارن بينهم وعندي than دليل المقارنة عيني عليها يبقى جمليته المقارنة يبقى عايزة الصفة بتاعتي ومضاف إليها ال-e-r يبقى older أكبر من رانا اي ام جونجتو سينا أنا سوف أزور سينا بعد جونجتو لابد أن يأتي الفعل في المصدر وهو visit يعني يزور سوف أزور سينا السؤال الخاص بتصحيح الخطأ يصر دايب الامس ده كان عيد ميلاد صديقتي داليا طيب مفرد في الماضي هيبقى إيه طبعا في الماضي هيبقى واض إنه كان عيد ميلاد صديقتي داليا نقط you go to the park yesterday يستر دايب الأمس من الكلمات الدالة على الماضي البسيط هل ذهبت ليه البارك بالأمس الحديقة العامة يبسأل بهال في الماضي بدد والفاعل والمصدر يبقى دد يعني هال في الماضي أحمد نقط gong 2 go trekking next year next year العام القادم العام القادم بس تغلم قاعدة gong 2 طيب أحمد مفرد هياخد إيه هياخد R زاي لا طبعا هياخد is يبقى is gong 2 what's your pencil case المقلمة بتاعتك نقط of مصنوع من إيه مصنوع من عايزة تصريف ثالث عايزة أقول مصنوع من مصنوع من اسمها made of يعني مصنوع من made of ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر